مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى تدرس في لندن قضية الخرف والألزهايمر الذي بات مشكلة عالمية أربعة وأربعون مليون يعانون من الخرف ويتوقع أن يزداد إلى 135 مليون في 2050 16 مليون منهم في أوروبا أرقام مخيفة لكن لا تشعر بها إلا إذا كنت تهتم بأحدهم أفكر بأصدقائي وكيف يستطيعون الخروج ساعة يشاءون مع والدي لا يمكنك حتى الخروج إلى السيارة ببساطة يجب أن تتأكد أنه يرتدي المعتف والحذى وأن لباسه الداخلية لا يظهر فوق البنطال وإذا كان الحل الذي لم فر منه في النهاية هو وضعه في مركز طبي متخصص أفكر كيف ستكون حاله وكيف سيبحث عنه ويكون حزينا بين غرباء سيصعب الوضع عليه لقد اعتاد على البيت وعلينا 60% من مرضى الألزهايمر يعيشون في البلدان النامية حيث يرتفع عدد المتقدمين في السن لتخفيف الدراما تم اختراع طعام تكنولوجي يمكن أن يقضي قريبا على صناعات الدجاج والبيض هدفنا لاعتماد على النبات يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن استهلاك المياه نحافظ على الحيوانات أسعاره أرخص والطعام أفضل إذا تمكنت سيليكون فالي من اختراع نبات بنكهة اللحم يرضي آكلي اللحوم ويخفف من استهلاكها يكون أفضل للصحة والبيئة ويسعد منظمات حماية الحيوانات وفئة النباتيين من بريطانيا طبعا أخبار الملوك ومجوهراتهم معرض سوذبي يقدم مجموعة مجوهرات لدوك ودوك توينستر ميزتها أنها تقدم لمحة عن العلاقة الغرامية التي شكلت فضيحة في العائلة المالكة في تلك الفترة لدينا تشكيلة واسعة من عدد الغولف بسعر 500 جنيه وصولا إلى سوار السفير بقيمة 180 ألف جنيه ويمكنك أن تتفرج فقط لإرضاء حشريتك ولننهي بمزاج رايق من الأورجوي تم التصويت النهائي على تشريع المريوانة أول سوق وطني للمريوانة تحت إشراف الحكومة وإن كان ثلثة شعب في الأورجوي يعارض إشراف الحكومة القانون يعطي الحق لأي شخص فوق الثمين عشر باستهلاك 40 جراما شهريا لأسباب طبية كما يمكنه زرع ست نبتات مريوانة في البيت بعد الحصول على إذن يسري القانون ابتداء من منتصف إبريل المقبل